بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه يا جمعين حياكم الله جميعا في المحاضرة السادسة هنا هنتكلم على بقية البلود انديسيس كنا تكلمنا على واحد اللي هو الام سي في اليوم هنتكلم على الاثر بلود انديسيس اللي هو الام سي اتش والام سي اتش سي إذن هنتكلم على المين كرباسكور هيموغلوبين والمين كرباسكور هيموغلوبين وحنتكلم على حاجة اسمها rule of three تعالوا نبدأ بقضية بالام سي اتش اللي هو المين كرباسكور هيموغلوبين ما معناها؟ معناها كمية الهيموغلوبين في سنجل ار بي سيز هذه ار بي سيز كمية الهيموغلوبين اللي فيها قياس كمية الهيموغلوبين في ار بي سيز واحدة نسميه ام سي اتش طيب هذا معناه انه يحصل وده كالكوليتد كيف كالكوليتد ده حين الان انا الان عاوز اعرف كمية الهيموغلوبين في ار بي سيز اذن سهل الموضوع اشوف الحجم الكلي للهيموغلوبين التوتل الكلي للهيموغلوبين واقسمه على الار بي سيز فبالتالي حنروح نشوف الهيموغلوبين على الار بي سيز نضرب في عشرة عشان بس فقط نلغي او نوحد الوحدات طيب هي مقلبين حقا احنا قدنا اتفقنا انه 15 والار بي سيز كنورمال خمسة ونضربهم في عشرة في حيكون في 30 بي كو جرام الثلاثين بي كو جرام ذا النورمال رينج كالرينج من 27 ل 33 بي كو جرام طيب ما معناها معناها انه في الار بي سيز الواحدة في 27 الى 33 او المتوسط 30 بي كو جرام جميل بالتأكيد ان الهيموغلوبين والار بي سيز هم اللي يتحكموا لو فيه غلط في الهيموغلوبين او في الار بي سيز حيعطينا الام سي اتش غلط هنا نقطة فيه مهمة عاوزين اتفق عليها الام سي اتش دائما يتبع الام سي في بمعنى لو كان الام سي في طبيعي الام سي اتش طبيعي لو كان الام سي في دي كريز الام سي اتش دي كريز لو كان الام سي في انكريز الام سي اتش انكريز طيب سؤال بينطرح حقيقة وسؤال هذا فيه لغط لا بس فيه لغط عند كثير من الناس هل الام سي اتش هذا ريسبونسبل للهايبوكروميك تعالوا نناقش هذا الموضوع الان ار بي سيز امامكم ربيسيز دي الام سي في حقها 90 فمتوليتر والام سي اتش 30 بيكو جرام وإحنا اتفقنا من زمان أن الهوموغلوبين يمثل ثلث الاربيسيز طيب تعالوا نشوف للاربيسيز الثانية ااربيسيز صغيرة ثانية الام سي في حقها 45 فمتوليتر ودي طبعا أكيد مايكرو سيتك والهيموغلوبين اللي فيها الام سي اتش يساوي 15 بيكو جرام فبالتالي الهيموغلوبين أكيد زي ما قلنا أنه يمثل ثلث الاربيسيز هنا في نقطة مهمة احنا نقول أنه في الحقيقة الام سي اتش ليس له علاقة بالهيبوكروميك وهذا على فكرة قد يختلف البعض معنا فيه لكن لسبب بسيط لأنه أساسا الآن إذا كان الام سي في 90 في الخلية اللي هي الطبيعية والام سي اتش 30 وجينا في الخلية الصغيرة تخيلوا الام سي في كان 45 والام سي اتش 15 ما معناها معناها أن الام سي في قل 50 في المية والام سي اتش قل كمان 50 في المية كيف حنقول أنه في هايبوكروميك فالحجم حقها قل 50 في المية والهيموغلوبين كمان قل 50 في المية وحنا اتفقنا أنه الهيموغلوبين موجود ثلث الاربيسيز هذه نقطة النقطة الثانية يا جماعة أنا مش محاجة للماركر ذا خالص لأنه أنا عارف الهيموغلوبين من فوق عارف كمية الهيموغلوبين فلوله الهيموغلوبين ناقص من فوق من قراءة الهيموغلوبين أكيد حينقص في قضية في الاربيسيز فبالتالي أنا في تصوري أنه الماركر ذا ليس له علاقة بالهايبوكروميك خالص تعالوا كمان نتناقش بشكل أكبر طبعا هما كثير من الناس يقولوا أنه هايبوكروميك لكن ليس له علاقة بالهايبوكروميك طيب تعالوا نتناقش بهذا الموضوع طيب حيسأل واحد سؤال طيب أي عيش نقول عليها مثلا هذه الخلية المسي في تسعين والمسي اتش ثلاثين نقول عليها كالآتي نقول إنها طيب وهذه اللي قلنا عليها مسي في خمسة واربعين والمسي اتش خمسة عشر نفس الوضع نقول عليها والله هذه عبارة عن إنها فبالتالي إذن هي صحيح نقص حجم الاربيسيز ونقص حجم عملية الهيموغلوبين لكن صعب إن نقول عليها عملية هايبوكروميك الهايبوكروميك في الحقيقة لا يتحكم به إلا الماركر اللي هو الامسي اتش سي طيب تعالوا نشوف هذا الماركر الامسي اتش سي اللي هو المين كرباسكلر هيموغلوبين كونسنتريشن ما هو الامسي اتش سي هو عبارة عن أفريج كونسنتريشن اف هيموغلوبين انسايد سينجل اربيسيز لكنه ريليتد او ريليتف للسيل فوليوم وهذه النقطة المهمة هذا المطلوب كم كمية الهيموغلوبين مقارنة بحجم الاربيسيز إذن هو هيموغلوبين اماونت اكوردينج للاربيسيز فوليوم لحجم الاربيسيز فذا هو الماركر الصحيح اللي يعطينا عملية الهايبوكروميك طيب طبعا هو كالكوليتد وذي بالمنطق الآن أنا عاوز أطلع عملية كمية الهيموغلوبين ريليتد للحجم الاربيسيز فهذه هروح أشوف الهيموغلوبين الإجمالي ولاني عاوز أطلع للحجم فهشوف الهيموغلوبين فهطوح أطلع الهيموغلوبين على الهيموغلوبين واضرب في مية هنا مثلا 15 الهيموغلوبين والهيموغلوبين 45 هتطلع 33 يا نعبر عنها بالنسبة يا نعبر عنها بالبيكورجرام والنورمان رينج حقها من 30 إلى 35 كنسبة طيب النقطة الثانية المهمة جدا الآن هذه تعتبر حقيقة الامسي اتش يعتبر واحد من الكوالاتي كنترول لنتائجنا اللي مفروض دائما يكون عيننا عليه ليش؟ لأنه أساسا الهيماتو كريت عبارة عن الامسي في الاربيسيز بالإضافة إلى نمعك هيموغلوبين فتخيلوا لو كان فيه فولس ريزالتس في الهيموغلوبين او في الاربيسيز او في الامسي في بالتأكيد حيعطينا نوت كورريكت خالص تماما فلابد أنه هو يعتبر واحد من الكوالاتي كنترول اللي بتضبط عملية الشغل طيب الآن نشتي نتفق على هذه طلع امسي في لخلية ستين في امتوليتر لكورية ستين في امتوليتر والامسي اتش عشرين بيكوغرام والامسي اتش سي ثلاثة وثلاثين في المئة كيف نسمي هذه؟ نسميها مايكروستيك لأنها حجمها صغير لكنها نورموكروميك ليش نورموكروميك؟ لأن الامسي اتش سي ثلاثة وثلاثين في المئة هذه نقطة مهمة جدا مع أن الامسي اتش عشرين لكن اللي يهمنا في الحقيقة لأنه نقص الحجم اللقص الحجم لكن لا ظل لا زال عملية تمثيل الامسي اتش سي ثلاثة وثلاثين أي أن الهيموغلوبين يشغل ثلث الخلية طيب لو جات زي هذه الامسي الفي ستين فيمتوليتر والامسي اتش خمسة عشر بيكوغرام والامسي اتش سي 25% هنا بالتأكيد قلل MCHC فهنقول عليها هيبوكروميك إذن قضية الهايبوكروميك في الحقيقة هو اللي يتحكم فيها هو MCHC لسبب بسيط لأنه هو الصيز للربيسيز أو حجم الخلية طيب إذن MCHC اتفقنا أنه فبالتالي ممكن يكون هيبوكروميك وبالتالي لو ما يكون فيه وكمان ممكن يكون لو ما يكون فيه وممكن يكون هيبوكروميك لو ما يكون فيه هنا نقطة مهمة جدا أن في الاربيسيز لا يتياوز 37.7.8 كحد أقصى وهذا ما يحدثش إلا في السفيروسايتوزيز فقط بمعنى آخر أن السفيروسايتوزيز MCV90 والMCH40 والMCHC 37.7 كحد أقصى بمعنى ما يمكنش أن نحن مثلا نشوف MCHC40 خالص إطلاقا وذا واحدة من الأشياء زي ما قلنا بيعملنا كمان كونترول أو كوالتي كونترول على شغلنا أو على نتائجنا طيب النقطة الأهم وذي جولدن رول يعني لابد نعملها أن البلد فيلم نعيد ونكرر البلد فيلم هو اللي يعمل confirmation للكروميا حتى لو شفت في البلد انديسيس لابد تعمل بلد فيلم حتى تعمل confirmation للكروميا طيب تعالوا نشوف آخر محور اللي هو رولوف ثري ما هو الرولوف ثري رولوف ثري معناها أن لو ما نضرب الار بي سيز في ثلاثة حتعطينا الهيموغلوبين زايد أو ناقص ثلاثة في المية لو ما نضرب الهيموغلوبين في ثلاثة حيعطينا الهيماتو كريت زايد أو ناقص ثلاثة طيب من فين جاءت الرولوف ثري ذي الرولوف ثري ذي جاءت من الام سي اتش سي لأنه الام سي اتش سي هو من ثلاثين الرينج حقوي إلى ستة وثلاثين فلو ما نقسمهم على ثلاثين حيطلعنا اربعة وثلاثين اربعة وثلاثين يعني ثلث ما معنى هذا الكلام أنه الثلث الخلية أو ثلث كرية الار بي سيز ثلثة هيموغلوبين ومن هنا جاءوا عملية رولوف ثري لكن نقطة مهمة هنا جدا لابد نتفق عليها الرولوف ثري لا تطبق إلا في النورموسيتك نورموكرومك بشكل عام لابد تكون الام سي في في حجمه الطبيعي ولابد تكون الام سي اتش سي نورموكرومك في حجمه الطبيعي أو في النورمالينج الطبيعي هذه نقطة مهمة طيب كيف نطبقها تعالوا نشوف هذا المثال هذا المثال الآن آر بي سيز خمسة مليون الهيموغلوبين خمسة عشر فاصل ستة الهيماتوكريت خمسة وعبعين فاصلا سبعة الام سي في ثمانية والام سي اتش ثلاثة وثلاثين والام سي اتش سي أربعة وثلاثين الآن عاوزين نطبقها مش تتفقنا أن الار بي سيز في ثلاثة فالار بي سيز خمسة فاصل ساعت عشر ساعت عشر في ثلاثة سيعطينا 15.57 إذن نفس الهيموغلوبين اللي هو 15.6 الهيموغلوبين اللي طلعناه احنا بالمعادلة 15.57 في ثلاثة حيعطينا 46.71 نفس الهيماتوكريت اللي هو 45.7 لأنه قلنا أنه تكون النتيجة plus or minus ثلاثة فهو نفس النتيجة ما معنى أنه شغلي مضبوط وزي ما قلنا دي على اعتبار أنها نورموسيتك نورموكروميك طيب تعالوا نشوف هذه الحالة الأخرى أن الـ RBCs 3.5 مليون والهيموغلوبين 15 والهيماتوكريت 32 والمك في 90 والمك في 30 والمك في 33.3 تعالوا نطبقها نضرب الـ RBCs في 3 اللي هو 3.5 في 3 حيطلعنا 10 10.5 طيب احنا هنخذ 10.5 ونضربها في 3 حيطلعنا 31 إذن الـ 31.5 ماشي مع الهيماتوكريت في النتيجة 32 إذن فين الغلط الغلط في الهيموغلوبين الهيموغلوبين ذا 15 غير صحيح الهيموغلوبين الصحيح هو 10.5 وإحنا زي ما قلنا أنه قد يكون في اللايبيميك اللايبيميك حترفع قضية الهيموغلوبين هذه واحدة من الأشياء اللي بنكتشف بها إنه لو فيه أي خطأ طيب تعالوا نشوف كمان حالة أخرى هذه RBCs 5 مليون الهيموغلوبين 4 الهيماتوكريت 43 والMCV 86 والMCH 30 وكمان الMCHC 34.8 لو ما نضرب الـ RBCs 5 في 3 بـ 15 15 الهيموغلوبين حقنا 4 طيب تعالوا نضرب الـ 15 في 3 الـ 15 في 3 بـ 45 45-43 معناها أنها صحيحة إذن الهيماتوكريت صحيح إذن المشكلة في الهيموغلوبين الهيموغلوبين ليس أربعة الهيموغلوبين 15 هذه ببساطة فقط فكرة الـ Rule of 3 كنت معكم فيما مضى في قضية الـ Blood Indiesis وتكلمنا على الـ Rule of 3 شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته